موسيقى خلال اجتماع حضره السوداني الاطار يؤكد على حسم رئاسة البرلمان و اقرار جداول الموازنة موسيقى لاستنافع عملية التصدير بغداد تدعو الاقليم لاجتماع عاجل والشركات الاجنبية تظهر استعدادها موسيقى العراق يثمن الاعتراف بدولة فلسطين ويبدي استعداده لاستقبال الوجبة الثانية من الجرحة موسيقى السلام عليكم جدد الاطار التنسيقية التأكيد على ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان و اقرار جداول الموازنة وعقب اجتماع له بحضور السوداني شدد الاطار على ضرورة اقرار جداول لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي كما اكد همية المضي في انتخاب رئيس مجلس النواب باسرع وقت ممكن من جهتها استبعدت لجنة القانونية النيابية حصم ملف انتخاب رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي عضو اللجنة رائد الملك اشار الان الملف سيتم ترحيله الى الفصل التشريعي الثاني من هذه السنة لوجود صعوبة في انعقاد الجلسات بسبب توجه اغلب النواب الى الحج مضيفا ان الدستور سمح لتمديد الفصل التشريعي مرة واحدة حملت كتلة صادقون النيابية الكتلة السنية مسؤولية تتأخر انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب النائب عن صادقون علي تركي في حديث لبرنامج من جهة رابع عشر الى ان الاحزاب السنية تعتبر من يفوز برئاسة البرلمان يحصل على زعامة الانبارة ما اشوف انه الموضوع اليوم يعتمد على من يكون رئيس برلمان العراق لا اتك من يكون زعيم الانبار زعيم الانبار اليوم هناك تنافس بين الحلبوس والخنجر على هذا الموضوع هي هنا القاعدة الرئيسية حسب ما انا افهمها بالنتيجة وصول اي من الطرفين هو انهاء للطرف الثاني وانا احنا كمكون حذرنا على لسان الشيخ الامين وكذلك حذرت كل قيادات الاطار باننا يجب ان لا نبقى بهذا الفراغ ويجب ان يكون هناك انتخاب لرئيس مجلس النواب النتيجة نرى تسابق كل الاطراف ووصولها الى مرحلة هي لا تريد ان تصل الى مرحلة الانتخاب ممكن احنا الدكتور حاضر بجلسات انتخاب الرئيس وشفنا اللي صار بجلسة الاولى وبجلسة الثانية لم يستطع البرلمان على مدى اشهر تجاوزت الستان يحسم ملف رئاسة البرلمان الملف الاكتر جدلية على المشهد السياسي تقصه زميل احمد لايث جلستان للانتخاب لم ينجح البرلمان بهما باختيار رئيس جديد له بالرغم من قوة الحراك النيابي الذي نظم في الجلسة الثانية التي تعطلت لنفس الاسباب وهي خلاف الاحزاب على الاستحقاق لمن يعطى وعلى شخصيات المرشحين ايضا اعترض ان يكون هناك اتفاق فيما بين الكتل السياسية ليجاد حل هذه المسألة وانا اعتقد هذه المسألة هي بدفع من بعض الكتل السياسية التي لا تريد لبعض الشخصيات ان تترأس الرئاسة البرلمان لانه هناك اتفاق فيما بين بعض الشخصيات على ان يكون شخصية معينة حسب رغبة بعض الكتل السياسية الاختلاف السياسي وتبعد رغبة الاتفاق ما بين حزب تقدم وبقية أحزاب المكون السني على حسم منصب رئاسة البرلمان أمور قد أبعدت هذا الاستحقاق لأكثر من ستة أشهر فالإطار التنسيق بانقسام دعمه السياسي لمرشحي الرئاسة عقد معه أيضا سهولة حل مشكلة شغور كرسي الرئيس وانتقل بها إلى الجدل والتنافس المغلقة لا أتوقع أنه الإشكالية في منصب رئيس مجلس النواب محصورة بين الإطار وبين الكتل السنية إنما هي مشكلة سنية بحتة يعني داخل البيت السني لأنهم يدخلون في أكثر من مرشح وتكون هناك خلافات وأيضا الذي أنهى الجلسة أو الذي أثار المشاكل ورفعت الجلسة هو الطرف السني وهذا واضح جدا يعني لا تحتاج إلى تأويلات الطرف السني لم يحسم الموقف ولم يتفق الاتفاق السياسي على مرشح واحد لمنصب رئاسة البرلمان وبعد إخفاق في الانتخاب بجلستين يقول مراقبون بأنه خيار لا بديل عنه في إنهاء أزمة الرئيس أحمد ليث بغداد قناة الرابعة دعت المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات رئاسة أقليم كردستان العراق إلى تحديد موعد جديد لاقتراع برلمان الأقليم بدورته السادسة وقالت المتحدثة باسم المفاوضية جمال الغلاي أن مجلس المفاوضين الاتحادي قرر أن يطلب بكتاب رسمي من رئاسة كردستان تحديد موعد للانتخابات الكردستانية للمضي باستكمال الإجراءات الخاصة بذلك الاقتراع مع استداد الصراع المكونات في كاركوك يطول أمد الفراغ الإداري في المحافظة فراغ يقول ساسا أنه يخدم جهات بعينها فيما تشخص الأبصار صوبة بغداد على هاتم بالحال الحاسم بسبب الصراعات المستمرة بين الأطراف السياسية والمحاولات فرض الإرادات حول المناصب الحساسة لا تزال محافظة كاركوك تشهد تأخيرا في تشكيل مجلسها المحلي عدم التوافق على اختيار شخصية المحافظة ورئيس المجلس يراها مواطنون خطأ ناخبي باختيار ممثله المجتمع انتخب هذول الأشخاص في سبيل أنه يديرون حياتهم الداريا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا فإذا أنتوا واقفين وما راضين تمشون السفينة وتديرون الدفة مالتها فإحنا اليوم تنبقى ننتظر لما تكون المصالح الثانوية أهم من المصالح الوطنية أو الهوية الثانوية أعلى من الهوية الوطنية رح يصير هذا الانسداد السياسي أتمنى من كل قلبي أن يكونون مثل ما قلون الانتخبوهم يكونون عد ظنهم عد ظن الناس اللي انتخبتهم لأنه من انتخبوهم كانوا يظنون بهم الخير أما النتائج تكون سلبية فهذا أمر مخزي تباين وجهات النظر حول توزيع المناصب الإدارية تشكل مفترق طرق أمام الوصول إلى توافق يرضي الجميع سيما وأن استمرار الصراعات بين الكتل الفائزة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المستوى الإداري والخدم في المحافظة يقول السياسيون مسألة تأخر عن عقادة جلسة المحافظة الكاركوك دليل واضح على التخندق الحزبي السياسي بعيدا كل البعد عن الهدف الذي أنشأ من أجله مجلس المحافظة الذي هو يقدم الخدمة ويرسم ميزانية يرسم سياسة وخطة تنمية المحافظة التصور لن يكون هناك حل إلا بتوافق هذه الكتل وتقسيم السلطة بصورة عادلة بين الجميع حتى تكون الحلول مرضية للجميع ومع تعنت القوى الفائزة بالمناصب الإدارية وعدم التنازل عنها يبقى المشهد السياسي بحسب مراقبين عقيم النتائج والأنظار تتجه صوب السوداني لإنهاء أزمة تشكيل مجلس محافظة كاركوك مهندة ميمي قناة الرابعة كاركوك شددت لجنة المارية النيابية على ضرورة إعادة النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات اللجنة خلال عقدها الاجتماع الخامس المخصص لمناقشة الموازنة دعت إلى أجراء مراجعة شاملة في مكونات جداول ودراستها بشكل مفصل في سبيل إيجاد رؤية واضحة كبابحث الاجتماع أمكانية أجراء المناقلات اللازمة وتخفيض العجزة من خلال ترشيد الإنفاق فيما جرى التأكيد على وجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة أبدى رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي امتعاضه الشديد من حالة عدم الإنصاف في توزيع التخصيصات المالية لمحافظات من دون المساس بحصة إقليم كردستان المسلماوي في حديث الرابع أكد أن باب المنكوبة ولا تمتلك بناء تحتية أو موارد اقتصادية للاعتماد عليها اعترضنا بالهيئة التنسيقية ولدينا مواعيد مع جئاسة مجلس النواب والبرلمانين واللجاة الأقاليم يعني ممعقولة بأنه كل الموازنات تخفض وأقليم كردستان تأخذ الحصة الأكبر هذا اجحاب بحق المحافظات الوسط والجنوب أما تخفض على الكل وأما أن يكون لمحافظة دون محافظة هذا يشوفها مصحيح محافظتنا أنا قلت محافظة فقيرة لا يوجد بترو دولار ولا حدود ولا عدنا مشاريع استراتيجية يعني مو محافظة نفطية حتى نقدر نعتمد على وضعنا احنا ما عدنا أي موارد كل مواردنا على تنمية الأقاليم واليوم تنمية الأقاليم بهذه الطريقة يتعاملوا الويانة للمركز خب هاي كارثة شون يقول لناسنا شون عذرنا قدام احنا هم راح نطلع للإعلام راح يكون انه وقفة ونبيل الناسنا محافظة بالبينه اذا نغبن حقها ما راح نسكت لحكومات محلية ابدا في المقابل رد النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنغالي على اعتراضات عدم المساس بحصة كورتستان من الموازنة أسوة ببقية المحافظات شنغالي في حديث للرابعة قال ان حصة الاقليم تشمل النفقات الرواتب والمشاريع وجميع الاستحقاقات هم لا يخرقون بان ان ما منح للأقليم هو منح لكل وزاراته لكل الرواتب الموظفين لكل استحقاقاته الاستثمارية والتشغيلية بينما المحافظات مثلا المحافظة مثل نينة أو البصرة ما منح هو فقط تنمية الأقاليم هم يتكلمون لا يمكن ان تقارن تنمية الأقاليم بكل مجمل الموازنة التي منحت للأقليم اليوم هناك موازنة على الوزارات الاتحادية الاستثمارية قد تصل الى ما يقارب 38 تريليون هم لديهم من الامن الغذائي وموازنة 23 ما يقارب 15 تريليون هم لديهم ايضا رواتب للموظفين على كل الوزارات بتريليونات الدنانير لذلك يجب ان تكون المقارنة وفق الباب الذي يقارن به دون قارنون للمحافظات يجب ان تقارن فقط مع تنمية الأقاليم لأربيل والسليماني والدوغ ما عداه لا يمكن المقارنة صوب المحكمة الاتحادية قررت عدد من المحافظات التوجه للاستحصان ما تصفه بحقها الدستوري من الموازنة نية التزامن أو نية التزامن مع مضي لجنة المالية بنقاشاتها حول جداول الموازنة ذات الأثر الخلافي على العملية السياسية نحو المحكمة الاتحادية تتجه بعض المجالس المحلية للمحافظات اعتراضا على تقليل حصصها الاستثمارية ضمن جداول موازنة العام الحالي بينما تتجه الأخرى لبغداد للتفاوض بشأن إرجاع الحصص أو رفعها خصوصا من لديهم استحقاقات من البترودولار فيما تباشر اللجنة المالية النيابية بإعداد الصياغ النهائية خلال مدة الفاصل التشريعي الممدد ما هي تقريبا نسخة من الجداول السنوات السابقة كهيكلية طبعا لكن المبلغ اللي فاق زاد حوالي 13 تريليون كذلك الإيرادات زادت بالتقدير التخمينات الحكومية لأن كلها تقدير وخطة الحكومة موفت شيء واقعي وفعلي فإن شاء الله نتوقع أن ننتهي منها وضع الصياغ النهائي خلال المدق يعني ما تتجاوز الفصل التشريعي وفي ظل الاعتراضة على جداول الموازنة سواء من أعضاء مجالس المحافظات أو نواب البيت التشريعي يتوقع مراقبون أن تنجر هذه الخلافات على توقيتات إكمال قراءتها في اللجنة المالية والتصويت عليها تحت قبة البرلمان إذا ما باشرت المحكمة الاتحادية النظر بطعون المبالغ التي تم الاعتراض عليها موجودة في حصة المحافظات لكنها لم تصرف للمحافظات باعتبار أن المحافظات لم تقدم مشاريع تغطي هذه المبالغ مبالغ تنمية الأقاليم وعطيت هذه المبالغ إلى الوزارات من أجل صرفها إن كانت هناك اعتراضات تنظر بها المحكمة الاتحادية وسوف تدافع الحكومة عن موقفها بإرسال الممثل عنها أمام المحكمة الاتحادية مع بيان طريقة صرف هذه المبالغ وقبالة هذا الحراك تعتزم مالية البرلمان أيضا استضافة وزراء جدد لمناقشة الأرقام التي وردت ضمنه جداول الموازنة مصطفى الوشء الرابع بغداد في نينوى لا يختلف الوضع كثيرا عن الجنوب إذ ولدت جداول الموازنة رد فعل غير مرحب بها لدى الحكومة المحلية آضاف مجلس المحافظة أكدوا أن خفض تخصيصات نينوى سينعكس سلبيا على المشاريع الخدمية لافتنا لأن العديد من المشاريع كانت تنتظر التخصيصات وأن ما تم تحديده من نسبة لنينوى لا يكفي لإتمامها كلها فقدت نينوى ثلثة تخصيصاتها المالية جراء التخفيض الجديد الذي طرأ على جداول الموازنة تخفيض كان له رد فعل غير مرحب من قبل الحكومة المحلية التي حذرت من انتكاسة خدمية في حال بقيت النسب كما هي خسرت نينوى أكثر من ثلثي حصتها من الموازنة الاتحادية لعام 2024 بعد تصويت مجلس الوزراء عليها وإصدار جدول يتضمن حصص المحافظات بالأرقام الجميع خفضت موازناتهم باستثناء إقليم كردستان ميزانية كانت موجودة سابقا لا تفي لإعادة إعمار المحافظة وإعادة تأهيل العديد من البنى التحتية والمصانع والمعامل الموجودة فاجأنا اليوم بأن هناك تخفيض للموازنة وتخفيض حصة نينوى من الموازنة هذا الشيء سيأثر على نقص الخدمات سيأثر على إعادة البنى التحتية أبدأت حكومة نينوى المحلية استغرابها من قرار تخفيض مخصصاتها المالية وعلى سيما أنها تحتاج لمبالغ طائلة بغية استمرار مشاريع أعمار ما خلفته الحرب الأخيرة وتعويض الخسائر التي تكبدها سكانها وبنيتها التحتية إلى جانب تمويل المشاريع التي أدرجته ضمن خطة العام الجاري هذا القرار سيربك الخطط التي وضعتها الحكومة المحلية وبالتالي سيؤثر على الواقع العام الخدمي والاقتصادي والاجتماعي في مجلس محافظة نينوى سنوضح لأهنى في هذه المحافظة ما هي الأسباب وما هي الدوافع والسياسات وراء هذه القرارات بعد أن حقيقة نستوضح من الحكومة الاتحادية وكانت جهات حكومية قد تحدثت في وقت سابق عن احتياج نينوى لأكثر من مئة مليار دولار أمريكية من أجل عادة أعمارها بشكل كامل وتعويض سكانها عن الأضرار التي لحقت بهم فيما لم تعامل حتى الآن بقانون المناطق المنكوبة بحسب مراقبين من الموصل عمر القاسم الرابعة بأمل إنهاء معاناتهم الطويلة والحفاظ على مستحقاتهم المالية رحب موظفو قليم كردستان العراق في السليمانية بمباشرة الحكومة المركزية بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية بحسب قرار المحكمة الاتحادية في خطوة وصفوها بالمحورية نحو حسم ملفهم بشكل تام هذا القرار من أهم القرارات الحكومة الاتحادية ومن أهم المطالب المعلمين والمحتاجين في إقين كردستان نحن في هذا العام الدراسي نحن نقوم بأكثر من مئة احتجازات وفي كل الاحتجازات نطالب بهذا القرار توزيع رواتبنا مباشرة من قبل مصارف الحكومة الاتحادية لهذا نطالب من سيادة الرئيس الوزراء العراقي ومن حكومة العراقية الإصرار لتنفيذ هذا القرار دعت وزارة النفط حكومة كردستان والشركات المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد اجتماعا في بغداد بأسرع وقت بيان الوزارة ذكر أن الاجتماع سيركز على يعادة الانتاج في الحقول الواقعة في كردستان واستيناف التصدير عبر المنظومة الشمالية بما يوفر المصلحة الوطنية وشدد على ضرورة الإسراء بالتوصل إلى اتفاق لتسريع عادة الانتاج عبر ميناء جهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة بعيدا عن النفط تؤسس الحكومة لمشروع التنوع الاقتصادي من خلال أبواب مختلفة لعل أبرز مشروع هو طريق التنمية التشاورات بين بغداد وأربيل في هذا الصدد نتابعها مع أبو طالب البحية من الفاو حتى زاخو لا تبدو بلغة اليوم جملة تعبر عن الجغرافية الموحدة للعراق فحسب بل تبدو مع مشروع طريق التنمية الذي أطلقته الحكومة العراقية جملة اقتصادية تضع أساسا جديدا من أسس التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات ندعم هذا المشروع بقوة وأيضا هناك دعم دولي كبير لهذا المشروع الذي يربط هذا البلد من بصرته إلى كردستانه اللقاءات التشاورية بين بغداد وأربيل حول مخطط قدمته حكومة الإقليم للربط السككي وبحسب المسؤولين هنا يسهم بتقليل جزئي لنفقات المشروع وتشجيع أوسع للاستثمار في البلاد على امتداد الطريق قدمنا اقتراح وزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم كردستان إلى الأخوة العزاء في وزارة النقل الاتحادية وفي الشركة العامة لإسكاك الحديث وأيضا للشركة الإيطالية الاستشارية لمشروع طريق التنمية هذا المقترح الذي قدمته وزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم كردستان هو أقصر بحوالي 32 كيلومتر من المقترحات الأخرى وأيضا سيمثل بديل أرخص وأأمن وأسرع لطريق التنمية تعزيز التجارة الإقليمية وتسهيل حركة البضائع من دول الخليج إلى أوروبا عبر تركيا وتوفير فرص العمل وتنشيط الواردات الجمركية وتحسين البنية التحتية للعراق يقابل كل ذلك تحديات عدة منها الأمنية والتمويل والتنسيق الدولي أمر تعززه علاقات بغداد وأربيل التي تبدو بأفضل حالاتها تكامل لا تنافس بين الدول لافتة عريضة يسعى من خلالها العراق والإمارات وقطر وتركيا تقديم نموذج تجاري مستقران في ظل تحديات جمّة تواجه التجارة العالمية بسبب سياسات واسعة من الخلافات والتكتلات الدولية من أربيل أبو طولب البحية الرابعة شدد رئيس هيئة النزاها حيدر حنون ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري على تكثيف التعاون بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقبية في عملية مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه بيان للهيئة ذكر أن الجانبين بحثا ضرورة ترسيخ ثقافة النزاها والحفاظ على المال العام ونشر الأخلاق والعادات المحمودة بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى مناهضة السلوكيات المنحرفة والتجاوز على ممتلكات الدولة واقتراف جرائم الرشوة والتزوير والاحتيال تواجه عقارات الدولة في بابل هجمة غير مسبوقة للسيطرة عليها من قبل متنفذين العشرات من هذه الأملاك ذهبت دون رجعة بعد أن تم التصرف بها فيما تبقى أخرى رهينة انتظار مشروع قانون يقيها من تبعات الاستحواذ ثمانية ألاف وخمسمائة عقار تابع للدولة تم الاستيلاء عليها بحسب اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة عقارات تقدر قيمتها بمليارات الدنانير تمت مصادرتها من قبل شخصيات متنفذة بعضها كان مقارات لهم أما البعض الآخر فكان استثمارات بمواقع تجارية تعود بمنفعة مالية كبيرة ذات استمارية على مدى سنوات سيطرة هذه الشخصيات على الأماكن وتم عقد الكثير من الجلسات وكذلك التقاء مع الجهات المعنية وتوصلنا حقيقة إلى الكثير من الحقاق هناك تلاعب في الكثير من ملفات الدولة وعقاراتها هذه العقارات مهمة جدا تمثل أصول الدولة وكذلك خزينة الدولة الأساسية تم التجاوز عليها والاستحواذ على الكثير من العقارات بطرق غير رسمية وبعضها تم بيعه ليست بقيمته الحقيقية خسر العراق للأسف الكثير من هذه الأموال والعقارات بطريقة أو بأخرى في بابلة كانت هذه المشكلة رئيسية تؤرق دوائر البلدية والبلديات والتي تعود القطع التجارية لأملاكها قانونيون أكدوا ضرورة تشريع قانون جديد ذي عقوبة صارمة ليكون داعما أساسيا لهذه الدوائر لاسترجاع أملاكها التي صدرت أغلبها منذ العام 2007 أن فعل الاستيلاء على عقارات الدولة بمختلف أفعال الاستيلاء التي يرتكبها المواطنين أو المتحذبين أو أي شخصية موجودة فيها العراق على أملاك الدولة يعتبر جريمة وفاقا لقرار مجلسكات الثورة المنحل 154 سنة 2001 والذي في المادة السادسة منه عاقبت بعقوبة الحبس وتصل أحيانا إلى السجن لعشر سنوات بحاجة إلى تشريعات متعددة حتى نرفع من سقف العقوبة لتكون رادع إلى المخالفين ويمكن الاستفادة من عقارات الدولة أو المواقع التجارية التابعة إلى البلديات بإدراجها ضمن مواقع الاستثمار للاستفادة منها ماليا لتعظيم موارد الموازنة زيدي شهيب الرابعة بابل تباشر هيئة الأحصى ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيطة الجمعة المقبلة التعداد التجريبي في جميع المحافظات بضمنها إقليم كردستان وقال المدير العام التنفيذي للتعداد علي صالح أن التعداد التجريبي يتضمن مجموعة من الخطوات كحزم المحلات والبلوكات التي تعد أصغر تقسيم يعمل عليه الباحث وأوضح أن مهام التعداد التجريبي ستستمر لأربعة عشر يوما تتضمن مجموعة من الخطوات إضافة إلى ملئ سجل كل الأسارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعترفت كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي واعترفت الدول الأوروبية الثلاث بدولة فلسطينية على أن يتم ترسيم حدودها كما كانت قبل عام سبعة وستين وتكون القدس عاصمة مشتركة كما أكدت إيرلندا سترفع مستوى مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية إلى سفارة كاملة من جانبه ثمن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيزا اعتراف بلاده بدولة فلسطين وخلال الاتصال العرب السوداني عن تقديره لما اتخذته الحكومة الإسبانية من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية وشجب للعدوان الذي يتعرض له الأبرياء في غزة وأضاف أن مواقف الدول الكبرى لها أثر كبير في ردع العدوان ومنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فيما دعى وزير الصحة صالح الحسناوي إلى اطلاق حملة عالمية لإغاثة قطاع غزة الحسناوي خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية في جنف أكد استعداد العراق لاستقبال المزيد من جرح الشعب الفلسطيني لا يخفى على أحد منا ما يجري في غزة من انتهاك للقانون الدولي والإنساني بسبب العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في مقتل وإصابة آلاف الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن وهذا العدوان الذي أدى إلى خروج المؤسسات الصحية الفلسطينية عن الخدمة مما عرض حياة آلاف المدنيين إلى الخطر ومن هنا نطالب بموقف أممي موحد لوقف أطلاق النار والشروع بحملة عالمية لإغاثة قطاع غزة وبناء على توجيه دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشعاع السوداني رئيس وزراء دولة جمهورية العراق تم استقبال الوجبة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويؤكد العراق استعداده التام لاستضافة وجبات أخرى أذكر بالعنوين خلال اجتماع حضره السوداني الإطار يؤكد على حسم رئاسة البرلمان وأقرار جداول الموازنة لاستيناف عبرية التصدير بغداد تدعو الإقليم لاجتماع العاجل والشركات الأجنبية تظهر استعدادها العراق يثمن الاعتراف بدولة فلسطين ويبدي استعداده لاستقبال الوجبة الثانية من الجرحى دمتم بحفظ الله ورعايته موسيقى 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 موسيقى